مسألة إنه أنا دلوقتي أسرة وجاي يتقدم لي حد هل في فرق ما بين طباع أنا إزاي كأب أو كأم أعرف هو ده طبعه مثلاً واللي هو عنده بيعاني المرض نفسي ما المفروض إن أنا يعني أحس بالفرق ده إزاي وده دوري ولا إحنا هنا يتيجي بقى أهمية الكشف الطبي النفسي اللي إحنا بنتكلم عنه بسي حفرق شوية ما بين المرض النفسي والعرض النفسي كلنا عندنا عرض من أمراض نفسية كلنا بيجي لنا أوقات زعل مش مبررة بصحة مزاكي مش لذيذ النهار ده بقلق على مستقبلي بقلق على مستقبل ولادي بشيل هم بكرة الفلوس الدولار واللازي منه دي أعراض العرض بيتحول إلى مرض نفسي لما المعاناة تتحول إلى شيء بيأثر على حياتي اللي بنسميها الفنكشناليتي إن أنا أعرف أمارس حياتي طبعية إن أنا أعرف روح شغلي إن أنا أعرف ربي ولادي إن أنا أعرف أبقى عضو فعال في المجتمع لما الحاجات دي تبتدي تتأثر يبقى أنا دخلت هنا شوية في مرحلة المرض النفسي بالذات لو بتاعت تتأثر لمدة مستمرة أسبوعين أو زيادة إنما عادت يومين ثلاثة مزاجي معكر شوية مش ريئة ما ليش مزاجة اشتغل تمام دي كلها أعراض نفسية كلنا بنمر بيها فأولا عايزة أرجع تاني لحاجة أنت قلتها في المقدمة فيش أي مرض نفسي على الإطلاق يمنع من الزواج إطلاقا نسبة المرضى النفسيين اللي تشخصوا بمرض نفسي أو اللي ينفع يتشخصوا إنهم عندهم مرض نفسي فأي مجتمع في العالم 25% فلو ينسي بتكلمي إن إحنا 100 مليون يعني ينسي بتكلمي في 25 مليون من إنا عندهم مرض نفسي هل 25 مليون دول حيضطروا ما يتجوزوش وماشتغلوش ما ينفعش يبقى جاري وما ينفعش يبقى متجوز أختي مش صحيح إحنا عايزين نوضح هنا نقطة مهمة جدا إنهم سألت إنه الكشف النفسي أحياناً بتكلمهم عن إنه يكون فيه توارث في المرض فعلشان كده نحدد المرض فلما يتم التعامل مع المرض بطريقة طبية يبقى طبيعي الجواز هنا طبيعي وحتى ما يبقاش فيه الوصمة المجتمعية اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي علاقة بالمرض بس يتحسن قوي قوي نظرتنا للمرض النفسي في مصر الحقيقة يعني فيه طفرة في آخر عشر سنين فيه طفرة كبيرة قوي فيه تقبل الموضوع لدرجة إن إحنا الأخصائيين نفسيين بقينا موضة شوية أنه أنا رايح للتربست بتاعي أنا راجع من عند التربست بتاعي بالزبط الفكرة إنه إنه العلاج بيخلي كل حاجة كل جوازة تنفع جدا أنا محتاجة الاختبار اللي بتقول يعليه ده آه مفيد جدا إنما إحنا عندنا عائق إنه فيه أمراض هتظهر بعد الجوازة تم عامل إيه ساعدة يعني الأساسمت ده هيكشف المرض الموجود الوقتي لو فيه مرض موجود الوقتي إنما اللي هيحصل بعد كده هنعمل فيه فهنا مضطرات عامل معي فكرة الوراثة آه موجودة جدا ونسبة الوراثة عالية جدا متختلف طبعا من مرض للتاني إنما مش شرط مش شرط إنه أنا عندي أب أو أم أو عم أو عم بيعانوا من مرض نفسي معناه إن أنا هتوارسه 100% ولو حتى توارست الجين بتاعه مش شرط إنه ممكن يبقى كام مش شرط إنه يزهى غير لو تعرض لظروف مهينة طيب دلوقتي إحنا منتكلم إنه لسهتكش في الطبي ده نفسي لم يتم تطبيقه الأهلي جاي يتقدم لهم عريس هو بنته كان حصل لها أزمة نفسية سابقة إحنا برضو ما عندناش الثقافة النفسية الكبيرة أنا مش عارف هي أزمة ومش حتتكرر ولا أنا المفروض أقولي العريس عليها شايف مثلا أن العريس عصبي قوي العريس بيجذب في حاجات هل دي تصنف إيه؟ مرض ولا عرم؟ حسب الاستمرارية وطبع غالباً اللي أنت بتكلمي عليه دي طبعاً أنه ما فيش مرض يعني إلا طبعاً باثراجيك اللاير ده مضوع تاني بس أصدي إنه حد بيجذب عشان يخرج من الموقف فأنت بتكلمي في حد عنده مشكلة في شخصيته ما هوش مرض نفسي يعني هو محتاجين نعالج الحتة دي في الشخصية أنه مثلاً عصبي لأنه قليل الحيلة فمش بيعرف يتصرف في المواقف بدل ما يلاقي حلول تانية بيقلب الترابيزة عليك دي مش أمراض نفسي ممكن يبقى عرض عرض من مثلاً حد الوقف العرض ده إنه عصبي زي مقلت لك كلنا عندنا كده يعدلي التبلودة شوية فده يبقى حتة وسوس قهري كلنا عندنا الأعراض دي أقول ولا ما قلش أقول لو ده متكرر وحقول بس فأنهي جزئية من العلاقات أنا مش ممكن هاخد ابني واخش أتقدم لبنوتة عروسة الله مساء الخير أنا أبني اسمه كذا وعلى فكرة هو مريض نفسي ما فيش حاجة اسمه كذا زي ما أنا مش هروح أقول مساء الخير أنا ابني عنده ضغط وسكر دي مش طريق التعرف لأنه من ضمن صفاته الشخصية إنه عنده مريض إنه عنده مرض نفسي إنما هو جدع وهو كريم وهو رجل وهو شايل مسؤولية وهو متدين وهو ملتزم وهو 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 فيه ميزات كتيرة قوي وفيه مثلا حاجات تانية بتحصل ومن ضمن الحاجات الموجودة في شخصيته إنه هو مريض نفسي فعلا مش ممكن دي تبقى المقدمة بتاعت أي حاجة في الدنيا تعرفوا على بعد الدنيا مشت حصل بينهم تآلف وكله تمام لو فيه مشكلة متكررة أو مزمنة الأمراض النفسية المزمنة مش كتير أمراض النفسية المزمنة زي الفصام أو التراب الوجداني صنائي القط هما دول الأمراض النفسية المزمنة بس وعلاجهم مستمر يعني دول هل يحتاجوا ياخدوا حباية للأبد كل يوم بالليل أو مثلا حقنة كل شهر للأبد أنسوان دي اه محتاجة أقوله لو حصل مثلا وده بيحفل كتير قوي لأطفال من سن 12 لسن 18 سنة بيجي لهم وسوى سقار في الأخباطة الهرمونات في التوتر اللي هم عايشين فيه بيجي لهم وسوى سقاري وبيروح محتاجة أقول حاجة زي كده لما أقولها ليه دي حاجة بنتي كانت تعاني من حاجة زي كده وتعالي حبيت أقولها كانت بيها ما هيش عيب إنما عدت منها زي مثلا لو بنتي جلس على ده شعرها بتادى يقع في مرحلة المال لأن هي تعرضت لضغط فضيع جدا محتاجة أكلم في الموضوع ده ليه هيفرق في إيه في شخصيتها شكرا شكرا موسيقى ترجمة Court